مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله نستعرض أحوال الطقس في فترة خريف هذا العام خريف هذا العام سيبدأ في 23 تسعة 23 سبتمبر وهو يوم السبت الموافق 23 تسعة بإذن الله نستعرض سويا أهم الأحوال الجوية التي يمتاز وميزات هذا الفصل خلال هذه الفترة مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى يمتاز فصل الخريف بأنه هذا العام سيكون داد درجات حرارة حول معدلاتها أيضا هناك حالات جوية متعددة متوقعة ينتج عنها سقوط أمطار وزخات من المطر هذه سببها حالات عدم الاستقرار الجوي ومن حالات عدم الاستقرار الجوي تؤدي إلى سقوط زخات رعدية من الأمطار مع ارتفاع فرص تشكل السيول أيضا في بعض المناطق وبنلاحظ أنه نظرة عامة على أبرز الظواهر الجوية المتوقعة نتوقع أنه منطقة تقريبا بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية رايحة فيه هناك مؤشرات أنه حالات خريفية متطرفة تؤدي إلى سقوط زخات رعدية وأمطار غزيرة أحيانا تؤدي إلى تشكل السيول ولكن المرتفع السيبيري ببلش تكون في شهر 11 وتقريبا في فصل الشتاء يكون شبه دائم في هذه المنطقة أحيانا يمتد إلى شمال الجزيرة العربية يؤدي إلى كتة الهوائية شديدة البرودة وجافة أيضا هناك احترار مياه بحر العرب واحتمال نشاط حالات عدة من الحالات المدارية وأيضا شمال غرب أوروبا وشمال أوروبا هناك كتة الهوائية أحيانا تندفع باتجاه البحر الأبر المتوسط وتؤدي إلى تشكل منخفضات جوية وبنلاحظ أيضا وجود اضطرابات جوية نشطة على فترات في تقريبا المغرب العربي وبنلاحظ انحراف كميات الأمطار أو معدلات الأمطار لاحظ أن هذا اللون الأخضر يمثل المناطق التي سيسقط عليها كميات أمطار أعلى من المعدل طبعا إحنا بهمنا هنا منطقتنا أو المنطقة بلاد الشاب بما فيها الأردن شمال مصر شمال الجزيرة العربية ووسط الجزيرة العربية وأيضا العراق والمناطق الشرقية بما فيها إيران هنا بتكون معدل سقوط الأمطار أعلى من المعدل وأيضا شمال غرب أوروبا لكن اللون اللي بلون الأرض هو أمطار حول المعدل تمتاز فيه شمال إفريقيا وجنوب الجزيرة العربية وبعض المناطق في أوروبا أما الأمطار التي أقل من المعدل فتمتاز فيها المناطق الموجودة في شرق أوروبا وبالنسبة لدرجات الحرارة نلاحظ أن اللون الأحمر يمثل درجات حرارة أعلى من المعدل بتكون في وسط الجزيرة العربية وجنوب الجزيرة العربية وأيضا في غرب البحر الأحمر أو على الشواطئ جهة السودان وجنوب السودان وأيضا في الصحراء الإفريقية ولكن اللون الأزرق يمثل درجات حرارة أقل من المعدل هذه بتكون موجودة في أوروبا وأيضا معظم أوروبا سواء في الشمال والوسط والجنوب وأيضا شمال العراق وشمال سوريا وتركيا لكن منطقتنا ومنطقة بلاد الشام والأردن تكون درجات الحرارة تقريبا حول معدلاتها في الفترات الزمنية المختلفة وأيضا في شهر تشرين أول وهو شهر عشرة نتوقع أن تقع الأردن بين تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبيا والمعتدلة في معظم فترات الشهر أيضا هناك فرصة لتقلب في الأجواء ما بين الحارة نسبيا إلى المعتدلة وأيضا هناك أيضا فرص لا يستبعد هطول زخات من الأمطار أحيانا خاصة ناتجة عن حالات عدم الاستقرار الجوي في بعض المناطق والتي قد ينتج عنها بعض السيول تشرين الثاني امتداد لمنخفض البحر الأحمر في بعض الفترات وأيضا إذا ما تصاحب وترافق مع وجود كتلة أو كتلة هوائية باردة وحوض علوي في طبقات الجو العليا ينتج حالات من عدم الاستقرار الجوي تؤدي إلى تشكل غيوم ركامي وركام مزني وسقوط زخات رعدية من المطار قد ينتج عنها أحيانا بعض السيول والفيضاء الهطولات تكون أحيانا أعلى من معدلاتها حول المعدل إلى أعلى من معدلاتها في حين تكون الحرارة تقريبا زي ما حكينا في السلايد السابق تقريبا حول معدلاتها في منطقتنا كانوا الأول هو شهر 12 الكتلة الهوائية الباردة نسبيا تندفع تقريبا نحو بلاد الشام وتسجل تقريبا أقل درجات حرارة في شهر 12 خاصة بعد 2012 وفي شهر واحد وأيضا فرصة في شهر 2012 خاصة بعد 2015 لتشكل المخافضات الجوية الجبهوية في شرق البحر الأبيض المتوسط لكن طبعا هناك يتخللها فترات دافع ينتهي هذا الشهر بكميات أمطار تقريبا إن شاء الله ستكون حول المعدل أو حول معدلاتها السنوية في معظم مناطق المملكة هذه هي الأحوال الجوية تقريبا أو أبرز الملامح التي سيمتاز بها خريف هذا العام 2023 وزي ما حكينا في البداية رح يبدأ يوم السبب في 23.09.2023 نتمنى لجميع السلامة وأوقات سعيدة شكرا للمتابعة النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري